كما عد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الانتصار على داعش انتصارا على التخلف والراجعية والوحشية والتقسيم الكاظمي من الفلوجة خلال كلمته مع القيادات الامنية والعسكرية حي القوات المشتركة بكافة صنوفها التي صاغت قلادة النصر وأهدوها إلى الشعب بتضحياتهم وبطولاتهم وقال الكاظمي أن مناطق الفلوجة والخالدية والأنبارة التي حاولت داعش اختطافها من العراق لا تقبل القسمة مضيفا أن عصابات داعش حاولت الإساءة إلى كرامة العراقيين فوجدت أمامها أبطال وصناديد علموا الإنسانية معنى الكرامة الوطنية